منتخب مصر كمان منتخب مصر كرة القدم وصل الى مدينة العين الاماراتية علشان يعمل معسكره خلال فترة الاجندة الدولية اللي بتستمر لغاية يوم 17 الجاري ان شاء الله هيلعب المنتخب مبارتين يوم 12 مع زنبيا ويوم 16 مع الجزائر والبعثة برئاسة الكابتن عامر حسين عضو مجلس الادارة وشوفنا مبارح بعد اصابة امام عشور قرر روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب استدعاء احمد نبيل كوكا لعب وسط الاهل الصعد الموهوب الحقيقة لضمه بديل لامام عشور امام عشور مبارح والمباراة شغالة كل الناس قلقت جدا على اصابة امام الاهل اه فاز فوز مطمئن جدا انه يسجل ثلاث اهداف ويعمل اداء الى حد كبير فيه بعض الملاحظات لكن انت بتلعب برضو الاسماعيل فريع عنده طموحاته وعنده خدراته وعنده دوافعه دايما قدام الاهل لكن الناس قلقت جدا على امام عشور ودي لحظة الاصابة ولحظة يمكن اللحظة اللي باكى فيها امام باكى معاه جمهور الاهل وقلق جدا اصابة كان فيها اولا هتطمنكم على اللي فيها يعني لانه بسرعة الدكتور احمد جبالة طبيب الفريق اخدوا على احد المستشفيات واحد مراكز الاشعة القريبة من استاد الجيش في برج العرب عمل اشعة الحمد لله اطمن انه هي في الحتة اللي امام مسكها دي على طول العظمة بتاعة الساق بالضبط اصبت الرجل دي فوق الكاحل بشوية ويمكن هما هيبدأوا هتشوفوا دلوقت هيبدأ الجهاز الطبي يتعامل معها اهو بالضبط في المكان ده فهي الحمد لله بعيدة عن اربطة الرجبة وكمان يمكن عملت شوي تسميع بقلم في الرباط الخارجي للكاحل الرجل يمكن دي قلقة امامه اللي خلته خايف جدا والان وبيبكي انه حاسس بالقلم في الانكل تحت فخايف على اربطة القدم وخايف المسالة الحمد لله الاشعة طبعا واضح انه حتى الالتحامات فيها محدش هيقصد طبعا يأذي لعب لكن فيه طبعا جزء من العنف الشديد في التعامل مع اللعب موهوب ومؤثر في الادابة بشكل ده وشوفنا له ازاي عمل الكرة لحسين الشاحات اللي حطاها جات في الايم وبرستها وسجل منها الهدف الاول الحمد لله اهو شايفين الدكتور احمد جابالله وبيتعاملوا مع امام على طول في لحظته قلق جمهور الاهل على امام كان بين للناس كلها انه حتى الجمهور للناس كانت فاكرة انه جمهور مش محتضن امام ومش مهتم بصفقة امام عشور لا الناس قدرت اخلاصه وقدرت عطاءه وقدرت حتى قبله كل ده اعتذاره قبل كده الناس اللي عايزة توقف معاها عند نقطة معينة هم هم الناس اللي فيه قلوبهم مرض لان الحقيقة اذا كانت اصابة امام في قصبت رجله فاصابة ناس كتيرا بارح ظهر انه اصابتهم صعبة قوي في ضميرهم الانساني ان انت تلاقي ناس بتكتب بتتشفى في الاصابة وبتتمنى الاصابة اللاعب ايا كان مين هو اللاعب بس خدوا بالكوا اصابة كشفت انه فيه ناس مصابة اصابة عنيفة جدا في ضميرها الانساني ومكوناتها الاخلاقية وده اللي حذرنا منه كتير القضية مش قضية كورة ولا قضية منافسات ولا قضية صفقات ولا الكلام ده كله كلام ده هين قوي على فكرة لانه اي لعب هيلعب ويبطل لكن الاخطر من كل ده انه تشيع حالة من الشماتة في الاصابة وانك تلاقي ناس ضميرها الانساني اتعور قوي بحيث انه بقى يقبل ويتمنى ويتشفى في اصابة لعب او يتمنى الازى اللاعب المسألة يعني جد خطيرة ما توصلش لدرجة ان انت تتمنى اصابة لعب او تتشفى في لعب او تشمت في اصابة حد بقول لكم دي اصابة عميقة جدا وخطيرة جدا في الضمير الانساني والاخلاقي للناس دي وعلى جماهيرنا وقبل منقول جماهير اي حد لازم ناخد بلا من الجزئية دي في التعامل مع اي فريق منافس او اي لعب ايا كان هو مين تمنى الازى وتمنى الاصابة والشماتة في اصابة دي مسألة بجد انسانيا يجب ان احنا كلنا ننبوزها وكلنا نتصدى ليه الف الف سلامة على امام عشور الدكتور احمد جبالة قال انه عشور محتاج ما بين اسبوع وعشر طيام المسألة الحمد لله بسيطة حيوصل تأهيله طبعا بعد يومين ثلاثة ويعمل اشاعة تانية ان شاء الله تكون الحالة حسنت اكتر